منذ أشهر وسليمان يعاني من المرضى ويقول إنه عاجز عن مراجعة المستشفيات الأهلية بسبب الضائقة البالية التي يواجهها لكنه اليوم يتردد على العيادة الخيرية التي فتحت أبوابها لسكان المنطقة القديمة في أيمن الموصل مجانا أصحاب الدخل المحدود إذا يحبون يراجعون هذه فرصة فيهم للهم يعني أنه يشرحون مرضى وشكوى مثلا عمليات أو أمراض مستقصية لا سامح الله مبادرة ليادة الخيرية لتقديم الاستشارة الطبية أطلقها عدد من الأطباء من مختلف الاختصاصات في الموصلة لمساعدة المرضى في الأحياء الشعبية التي يعاني سكانها من وضع اقتصادي صعب نقابة الأطباء أكدت أن التجربة أعطت حافزا لأطباء آخرين للمشاركة فيها وتقديم العون للفقراء هذه المساعدة من أجل إعانة المرضى ذوي الدخل المحدود ومرضى منطقة القديمة بالذات في معالجتهم مجانا وهناك عدد كبير من الأطباء قد أعلنوا رغبتهم للتطوع في هذا العمل الخيري المجاني في محافظة نينو بدورها أثنى الدائرة صحة نينواء على هذه المبادرة كونها تسهم في تخفيف الضغط على مستشفياتها التي تعاني أصلا من زخم يومي في أعداد المراجعين نحن كدائرة صحة نينواء ندعم هذه المبادرات كونها تؤدي إلى تخفيف الكاهل على المواطن الموصلي وتخفيف الضغط الحاصل لدى المستشفيات لها فائدة كبيرة الفائدة أهم كل شيء هو تقليل الضغط على المستشفى الموصل كنت تعرف المستشفيات الموصل عانت ما عانت دمار شامل وينشر الأطباء والمبادرون على وسائل التواصل الاجتماعي جدول الكدر الصحي المتوفر لإعلام الأهالي بأسماء الأطباء المتخصصين المتوفرين يوميا في العيادة وتشكل أحياء الشعبية في الموصل من قلة المراكز الصحية ذات الإختصاص الدقيقة بيدفع الكثير من المرضى للجوء نحو العيادات الأهلية التي يصعب عليهم تحمل تكاليفها حيث محمد الحراء الموصل